السلام عليكم، إزايكم عاملين إيه؟ يا رب إن شاء الله نبقى خفاف عليكم كده النهاردة ويا رب الأداء يعجبكم وفي كل الأحوال يعني أكيد الفائز هيستفيد والخسران برضو هيستفيد فأهم حاجة بس تصوتكم معنا إن شاء الله يلا يا حسن تواكر على الله بسم الله أنا هكون صريح معاك لدرجة البجاح أنت مجرد لعب لعبة أنا جبتك هنا عشان الناس اللي بره دي تتفرج عليك وتسقفلك أنا مش غابي أنا مش غابي عشان أخليهم يختاروا أنا أصلا شايف إن الإنسان مش مخير إن هو يختار هقولك جرب كده في مرة وإنت ماشي في الشارع قابل أي حد وديله بالألم ألم جامد لو بصيت في عينه ساعتها هتشوف غضب وشعور مش هتعرف تفتل تعينك عنه بس لو في نفس الوقت ده ميلت على ودنه قلت له أنا آسف أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي أنا أعصبي متوترة الفترة الأخيرة دي وللأسف هيقولك أنا سامحتك هتغضف حضنك وهيعايت وساعتها هيقولك أنا سامحتك عرفت؟ عرفت إن الإنسان مش مخير إن هو يختار؟ عرفت إن الإنسان عاطفي؟ عرفت؟ عرفت؟ الناس كلها مش مخيرة إن هي تختار وإنت برا كنت اختيار بس لما دخلت هنا بقت زيك زيهم زي أي حد زي الرجل العجوز اللي هناك ده هو ما هنا عشان معندوش اختيار أنا مش طالب منه غير طالب واحد إنك تجي في معادك وتمشي في معادك بس إنت مش محبوس الموابلة انتهت بس ده الأداء الأولاني ده الأداء الأولاني أو طيب قد أعيز بالحاجة؟ خسارة والله يا حمد بس يعني خيروني للأسف خيروني للأسف خيروني طيب نشوف الأداء الثاني وبعد كان نقول ملاحظة تمام ماشي حاضر لو عايزت قوم تتحرك قوم كتبها ملاحظة عندي على فكرة يعني عايزت تتحرك براحتك يعني تتحرك في المساحة اللي مقبودة قدامك ده أنا عايز برضو وأقول لك بس ما نحوك خلي وشك ناحية أساس باسين عشان الكاميرا تجيبك أفضل حاضر يلا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنا جبتك هنا عشان الناس اللي برا دي تتفرج عليك وتضحك وتزقفلك أنا مش غبي ولا أنا ولا أنا مجنون أنا بس عندي وجهة نظر أن الإنسان ما يفعش يختار نايل الإنسان عاطفي عاطفي التوارد تكون بتكرهني دلوقتي بس وارد جداً تغير رأيك هقولك جرب كده وانت ماشي في الشارع تقابل حد أي حد وضربه بالألم ألم جامد لو بصيت في عينه ساعتها هتلاقي غضب وشعور باليأس بس لو في نفس اللحظة نزلت على ودنه وقلت له أنا آسف أنا معرفش أنا عملت كده إزاي أرجوك تسامحني أنا في آخر فترة دي أعصاب يتعبانه وطب طب على كتفه وخده في حضنك هتلاقي بي عيض ويقول لك أنا خلاص استمحتك شفت عرفت أن الإنسان ما ينفعش يختار لأن الإنسان عاطفي بص هقول لك أنت لما كنت برة كنت اختيار بس لما جيت هنا ما بقيتش اختيار بقيت زيك زي أي حد زي الرجل العجوز اللي واقف هناك ده هو مش مخطور هو مش مخير هو مضطر يستحمل هنا عشان خطر ابنه هقول لك على حاجة أنا مش طارب منك غير أنك تجي في معادك وتمشي في معادك أنت مش محبوس أنت شغال حتى لو هتضحك على نفسك معابلة انتهت بس خلاص سنتيا سنتيا سدانيا وساس غزي ابنك فأمان معي سنتين تروني حد حبيب يبدأ شباب مراحبات سريع بسم الله الرحمن الرحيم بص أحمد أحسنتم ما شاء الله عليك الأداة الأولان أحسنتم عادرك الداخل الأولى وقتها أنت كنت فاصل بدليل أنك نسيت في المنلوج خطفت كده صح؟ بحقيقة ولكن دي ما متاخدى عليك أنت ليه كل طبقة صوتك كده؟ ليه ما بتلونش في طبقة؟ يعني أنت شاطر في تلوينك في الإحساس بس مش شاطر في تلوينك في الأداة في الصوت قصدي أنا ياسف في الصوت أحسنتم